أذكر ابن مالك رحمه الله في ألفيته في الأعلام وَمِنْهُ مَنْقُولٌ كَلَفْضٍ وَأَسَدٍ وَدُورْتِجَالٍ كَسُعَادَ وَأُدَدٍ يعني من أسماء الأعلام في العربية سعاد وأدد وهند وزينب هذه أسماء مرتجلة يقولون عنها أو غير مشتقة لم تشتق من شيء آخر وهناك أسماء منقولة عن مصادر أصلها مصدر هي ثم أطلقت على شخص شمي به شمي بذاك المصدر أو كانت وصفا مشتقا على أساس أنه مشتق من أصل تلاته مثلا اسم فاعل أو اسم مفعول أو صيغ التفضيلة وكذا كما مر معنا في اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد منقول محمد عن اسم المفعول وأحمد منقول عن صيغة أفعل التفضيل فينقل من صيغة معينة إلى العالمية يصبح عالما ومنه منقول كفضل وأسد ودرتجال كسعاد وأدد قالوا من الأسماء ما هو جملة يكون جملة مثل تأبط شرا سمي رجل بتأبط شرا لما رأوه وقد خرج وتحته سلاحه خرج مغضبا ومنه وجملة وما بمذج الركب ذائم بغير ويه تم أعرب ومنهما هو المركب من كلمتين مثل حضر موت وبعل بك وكثير مثله اليوم كما يقولون في نيويورك ونيودالهي ويقول أيضا وشعف الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة بعض الأسماء تكون مركبة تركيب إضافي ليس تركيب إسناد جملة كاملة لا تركيب إضافي مثل عبد شمس وأبو قحافة أبو قحافة كنيا لعثمان ابن أبي قحافة أبو قحافة عثمان التيمي أبو بكر الصديق رضي الله عنهما فهو اسم مركب من مضاف ومضاف إليه